وهناك العديد من أفراد أسرتنا مفقودين، معتقلين أنا شخصياً اقتحم بيتي وما زال مقتحم ومحتل واعتقل إخوتي وأبناءهم وبناتهم وزوجاتهم وشاهدت شخصياً صور إخوتي وأولادهم من بينهم أطفال كيف أجبروهم على خلع ملابسهم أمام عمارتنا ومسكننا في مدينة غزة في منطقة الرمال ولدتي مثلها مثل كل أمهاتنا الفلسطينيات من هنا يعني ربما المسألة معبرة عندما كنت أمازحها أستاذ يوسف للخروج من غزة في بداية العدوان كانت تقول لي أقسم بالله العظيم سأستشهد ولن أكرر مأساة الهجرة عن 48 وأنا مش أحسن من كل يستشهدوا ولدتي استشهدت بالقرب من مستشفى المعمداني بعدما أصيبت ويعني تم الذهاب بها للمستشفى المعمداني وأسعفت ثم أعادوها أبناء إخوتي في الطريق إلى البيت قصوا وشووا مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر